نساء اعتنقنا الإسلام تأليف نعيمة روبرت تقرأه عليكم هند يوسف الفصل الأول دربي ولدت في ليدز شمال إنجلترا حيث كان والدي ووالدتي قد اشتري منزلا صغيرا ضمن صف من البيوت يقع على طريق ضيق قبال تصف آخر من المنازل الشبيهة به تماما وبعد ثلاث سنوات انتقلت عائلتنا إلى إثيوبيا ثم إلى زمبابوي عندما كنت في السادسة من العمر في ذلك الوقت أصبح لي شقيق وشقيقة صغيرة ممتلئة الجسم أحببتها كثيرا عشنا في منزل جميل في إحدى ضواحي هراري التي تنخفض فيها الكثافة السكانية مع حوض سباحة وفدانين من الأزهار وحديقة خضروات وأشجار موز خلال الثماني عشرة سنة الأولى من حياتي عشت مثل أي شابة أخرى أعرفها من الطبقة الوسطى في زمبابوي التحقت بمدرسة بنات في هراري وكنت أرتدي سترة موحدة وأعتمر قبعة من القماش وترأست البنات عندما أصبحت في الصف السادس بذل والدي ووالدتي جهدهما لتعليمنا جذورنا الإسكتلندية تلك التي تعود إلى قبيلة الزولو وثقافتنا الجنوب إفريقية وأن نقدر ما نحن عليه ومن أين جئنا لم يرسلانا أبدا إلى مدارس خاصة استعمارية الإسلوب وتعلمنا الرقصات الزمبابوية التقليدية وغالبا ما كنا نشد بأغاني مناهضة للتمييز العنصري في أثناء سيرنا إلى المدرسة وبالفعل كنا نشطين سياسيا منذ عمر مبكر وعندما أصبحنا أكبر سنا غالبا ما كانت الرغبة بالتوافق مع الأنداد ومحاكاة ما نراه على التلفاز تطغى على أفضل نوايا أهلنا استمتعت بدراستي كثيرا وفزت دوريا بجوائز أكاديمية وفنية وفي مجالي الخطابة والمسرح في نهايتي كل سنة كنت فتاة منطلقة وواثقة من نفسي مفعمة بالحياة والأفكار نشيطة وأقوم بتطوير مشاريع جديدة دائما على أي حال كنت إلى جانب شخصية المدرسية المتميزة فتت حفلات أيضا كما كانت حال جميع أصدقائي آنذاك عيشنا جميعا حياة مزدوجة إذا صح القول وتفوق الكثيرون منا في المدرسة برغم ظهورنا المستمر في حفلات هراري لم تكن مثلنا العليا مؤلفين كبارا أو مفكرين يدعون للمساواة بين الجنسين برغم حصولنا فعلا على اشتراك في مجلة كوزموبوليتن الداعية إلى المساواة ولم يكن مثلنا الأعلى كذلك بطلات كفاح التحرير الزنبابوي المدعوات شيمورنغا كانت مثلنا العليا الممثلات والمغنيات الأمريكيات وضمنهن فرق الفتيات تي أل سي وصلطن بيبا وجاء توجيهنا الأخلاقي من أرم بي موسيقى الراغى وفرق الراب لم يكن بالتوجيه المهم كما سيخبركم أي شخص استمع مرة إلى تو لايف كرو وسناب دوغي دوغ أو شابا رانكس في الواقع العادات الجنسية والأعراف الاجتماعية لغالبية شباب هراري الباردين كانت مستوردة بالكامل من الشواطئ الغربية كنا مثل الشباب في الكثير من الأماكن مرتاح البال ولا شيء يؤرقنا أرتعش دائما عندما أفكر في عدد المرات التي اقتربنا فيها من الخطر نظرا لأسلوب حياتنا وافتقارنا إلى الحذر كنا مهملين فيما يخص الشراب والقيادة مخمورين البقاء مع غرباء الخروج وحدنا ليلا دون نقود تحت رحمة شباب حمقى مثلنا الإصابة بفيروس الزهري فيروس HIV المسبب لمرض الإيدز الحمل المبكر الإجهاض سمي ما شئت فقد كنا قريبين من كل ذلك على أي حال مرت سنوات مراهقتي بسلام دون أن أصاب بأذى وفي جعبتي علامات جيدة في الامتحانات لم يكن كل أصدقائي محظوظين بذلك القدر بخلاف غالبية الزمبابويين نشأت في أسرة غير متدينة كانت والدتي وهي امرأة بارعة الجمال من الزولو قد ولدت ونشأت نصرانية لكنها عاشت حياة مدنية صاخبة في جوهانسبير وعملت ممرضة فيما كانت تحصد جوائز الجمال وبطلات الرقص خالفت والدة التقاليد وقوانين التمييز العنصري ووقعت في حب والد الجنوب إفريقي الأبيض برغم تلقين والدي أنه صاحب امتياز ومتفوق على ما سواه في مدارس خاصة بالبيض إلا أنه رفض المعيار العنصري لنظام الفصل واحتضن الكفاح المناهد له في المسرح الثابت الجذور في حال كان هناك إفريقي أبيض سيكون هو كان والدي ماركسيا ملتزما وصفستائيا أي شخص يقول إنه لا يمكن معرفة شيء عن الله لهذا عندما كنا أطفالا قيل لنا إن الإنجيل مليء بحكايات الجان وقد صدقنا ذلك على أي حال كنت أشد التراتيل وأتلو صلوات للرب مثل كل الأطفال الآخرين برغم أنها لم تكن تعني شيئا لي في سنة الأخيرة في المدرسة الثانوية قررت التقدم بطلب للحصول على مقعد جامعي في لندن كنت مصممة على الخروج من زينبابوي لم أكن أريد الوقوع في مصيادة التفكير بأن حياة المدينة في هراري هي كل شيء وأن نادي سيركس أي السرك الليلي هو أفضل مكان على وجه الكوكب لهذا تقدمت بطلب وتم قبولي في إحدى كليات جامعة لندن كل ما كان علي فعله هو الحصول على المال اللازم لإيصالي إلى هناك بعد نحو ثمانية شهور من العمل في صناعة السفر والغناء في فرق محلية ناجحة ادخرت ما يكفي من المال لشراء التذكرة وقضاء الشهور الأولى في لندن وهكذا غادرت هراري لدراسة الفرنسية وعلم السياسة والاقتصاد في لندن التقيت المجموعة الأولى من صديقاتي المقربات وبدأت اكتشاف المعنى الحقيقي لاستضاقتي بين النساء قرأنا معاً عملنا معاً أكلنا معاً واحتفلنا معاً استكشفنا فرانتس فانون أليس ووكر وديكارت أحنينا رؤوساً احتراماً لطاقم عمل بوف دادي وماكسويل وإيريكا باتو تركنا شعرنا ينمو بشكل طبيعي دون مواد كيميائية وعقصناه وجدلناه ولففناه بأسلوب إفريقي تكلمنا حول قضايا سوداء أضحت وجهات نظرنا حولها أكثر حدة حول حالة العالم حول عائلاتنا وماضينا كانت دائرة الاجتماعية مكونة من مجموعة من الشابات السودوات الجميلة الواثقات من أنفسهن اللواتي يتابعن تعليمهن ويستمتعن بالحياة على قمة العالة أو هذا ما كنت أعتقده خلال صيف سنة الأولى في الجامعة قمت برحلة غيرت حياتي إلى الأبد بدأ كل شيء مع دعوة بريئة للمشاركة في مهرجان موسيقى في مصر لتمثيل زمبابوي إلى جانب أحد أصدقاء الموسيقيين الذي كان مغنيا محترفا وعازفا مبهرة وهي آدات موسيقية زمبابوية برغم أنني لم أكن موسيقية محترفة إلا أنني كنت أستطيع الغناء والضرب على الطبل الإفريقي نغوما إضافة إلى إيجادة العديد من الرقصات الزمبابوية التقليدية كانت مصر حارة وتضج بالضوضاء وتنشط فيها الحركة في ظلال من الرمال وضوء الشمس بالطبع زرنا الأهرامات والمتاحف والأسواق كما يفعل كل السياح لكني أتذكر أيضا اهتمامي الشديد بالنساء اللواتي يضعن غطاء الرأس الحجاب أينما ذهبنا وبكل صراحة شعرت بالخوف ثارت كل غرائز المساواة الناشئة داخلي ضد فكرة قيام المرأة بتغطية نفسها أعتقدت أنه رمز للطهاد المرأة وهيمنة الرجل لكن على الأغلب كنت أعتقد أنه يجعلهن يبدون قبيحات عادة عندما نشاهد أشياء غريبة عنه نستند في آرائنا إلى تجاربنا ومعرفتنا نادرا ما نتغاضى في الواقع عن ملاحظاتنا ونحاول فهم ما نراه من خلال عيون أولئك الذين يعيشون لسبب ما تجرأت في تلك الرحلة على طرح أسئلة حول ما كان يبدو مبهما بالنسبة لي في إحدى الأمسيات كنا نقيم حفلة موسيقية في قرية خارج المدينة بعد أن انتهينا أتذكر أنني شاهدت شابة زوجة المنظم وكانت ترتدي غطاء رأس بلون الكريم كان يؤطر وجهها ثم يلتف في طيات فوق عنقها وصدرها نظرت إلى وجهها كانت جميلة بدأ لي أن وجهها يشع ألقا ونوعا ما وبطريقة ما كان الحجاب يبرز ذلك كنت مأخوذة للغاية بذلك المنظر لدرجتي أنني توقفت للحديث إليها بعد تبادل الدعابات طرحت عليها سؤالا كان يشغل ذهني منذ وصلت إلى القاهرة لماذا تغطين نفسك؟ إنك جميلة للغاية حتى يومنا هذا ترن إجابتها الواضحة والبسيطة في ذاكرتي قالت لأنني أريد أن يحكم الناس علي بما أقوله وأفعله وليس بما أبدو عليه بوم منذ عيت على هذه الدنيا وأنا أهتم بمظهري ليس لأنني جميلة على وجه الخصوص برغم أن أصدقائي وعائلتي سيشهدون على غروري لكن بسبب رد فعل الناس تجاهي خلال سنوات مرهقة كنت أنا وصديقاتي مرتاحات تماما للفكرة القائلة إن مظهرنا الخارجي ميزة لنا ونستطيع السيطرة على الرجال بهذه الطريقة في ذلك العالم تعرف كل مرأة الخدعة عندما تذهبين إلى مقابلة عمل تأكدي أن يكون مظهرك على أحسن ما يرام وإن كان من تقابلينه رجلا فربما ينبغي عليك أن تكشفي ساقك قليلا تضحكين على دعاباته تمدين شفتيك قليلا ليدعوك إلى الغداء على ذلك النوع من الأشياء تنشأ معظم النساء وهن يعرفن تلك الخدع ويستعملنها بوعي أو عن غير إدراك في تلك الليلة في القرية المصرية عندما قالت لي المرأة الفاتنة إنها غير مهتمة بأن يحكم الآخرون على مظهرها وإنما على ما تقوله وتفكر فيه كان علي التوقف قليلا وتسجيل ملاحظة ما الذي كانت تعنيه؟ هل تريد إزالة المظاهر الجسدية من المعادلة؟ لم أشعر سوى بالإعجاب تجاه تلك المرأة أخذت أفكر في الإسلام الذي يجعل المرأة قوية جدا لدرجة أنها لا تبذل كل ما بوسعها للفت انتباه الرجال ولا تحتاج إلى نظرات الإعجاب تلك لتشعر بأنها جذابة ولا تعرض نفسها لمجرد أن باقي العالم يفعل ذلك أثرت هذه الأسئلة بي بعمق بدأت التفكير في حياتي في الصورة التي أكونها عن نفسي وكيف أريد أن أكبر وأتطور؟ سألت نفسي ما إذا كنت أتحلى بالشجاعة والتقدير الذاتي للمضي قدماً بشخصيتي وتفكيري فقط؟ هذا ما كان وبدأت في تلك الرحلة المصيرية إلى مصر في صيف عام 1998 بالتفكير حول الإسلام ودارت عجلة التغيير وبدأ أن الحديث مع تلك المرأة الجميلة التي أثارت إعجابي بقوة شخصيتها قد فتح عيني فجأة بدأت أشاهد التقوى في كل مكان حولي في المساجد في الشوارع وفي كل مكان في ذلك الوقت بدأت أهتم بكلمات التقوى التي تلفظ بالعربية بسم الله الحمد لله إن شاء الله ما شاء الله شعرت في الوقت نفسه بالدهشة والفضول لأنني أدركت فجأة أن لدي جانباً روحياً لم يسبق لي استكشافه من قبل شعرت بالقلق لأنني لم أكن أعرف الكثير عن أحد أعظم أديان العالم كنت ممتلئة بالنصرانية ولم تحرك كل دروس الثقافة الدينية التي حضرتها في المدرسة مشاعري وعلقت ذكر قراءة الإنجيل وصور المستعمرين حامل البنادق في ذهني بشكل لا يمكن طمسه كان شبه مستحيل بالنسبة لي فصل نصرانية عن كل عواملها الثقافية وعن الإمبريالية التي نقلتها إلى إفريقيا نتج عن ترعرعنا في زمبابوي إحدى دول المواجهة التي تحد جنوب إفريقية التمييز العنصري موزنبيق التي تعصف بها النزاعات إنجولا ونميبيا معرفتنا العميقة بالطريقة التي يتم بها استعمال النصرانية سطارة لحجب الأنظار عن سرقة أرضنا بشكل كامل برغم أن ذلك لم يمنع وما زال لا يمنع غالبية الجنوب إفريقيين من التشبث بإيمانهم إلا أنه كان يزعجني ازداد هذا القلق باعتناقي لفكرة السود والأفارقة في الجامعة التحول إلى النصرانية يماثل التخلي عن كل شيء لكن الإسلام كان جديدا تماما بالنسبة لي ولا أعرف شيئا أبدا عن تاريخه بدأت أطرح أسئلة حول الإيمان ما يؤمن به المسلمون ما يفعلونه وما يمتنعون عنه عقدت العزم على قراءة القرآن لدى عودتي إلى لندن والإنجيل أيضا شعرت أنني أريد منح النصرانية فرصة أخرى تركت مصر مصدومة لقائي بالإيمان الإسلامي أثر بي حتى النخاع لم أستطع وضع إصبعي على ما أثارني إلى ذلك الحد لكن مهما كان السبب فقد تحول إلى تساؤل عن كل تلك الافتراضات والتوقعات القائمة منذ أمد طويل حول طموحات المستقبلي ما هو هدف حياتي؟ هل سأتخرج في الجامعة وأحصل على عمل مرموق وأعمل من التاسعة حتى التاسعة؟ هل سأنفق مالي على الملابس والأثاث المنزلي وأزور زنبابوي كل سنة؟ هل سأعود في النهاية إلى هناك؟ أتزوج من رجل محلي وأعيش في ضحية راقية مع خادمة وطاه وبستاني بعيداً عن عامة الشعب بوفو هل سأنتظر حتى أبلغ الثلاثين من العمر لأنجب أطفالاً وأتأكد من التحقهم بأفضل المدارس الخاصة لاستعمارية الأسلوب وأصطحبهم في رحلاتي ما وراء البحار كل سنة في الجوهر هل سأعيش الحياة التي اخترتها خلال سنوات مراهقة؟ الحياة التي كان يصب إليها كل الزنبابويين الشباب في دائرة الاجتماعية بشكل ما كل ما رأيته وسمعته في مصر أيقظ شيئاً ما في داخلي توقاً إلى استشراف الوجهة إلى العمق والجوهر اشتياقاً إلى شيء أكثر من مجرد وجود مبتذل كنت أخطط له للمرة الأولى بدأت أتساءل حول العالم وموقعي فيه بدأت أتساءل حول معنى الحياة لدى عودتي إلى لندن كنت مقتنعة آنذاك بأنني أريد منح موضوع اللباس المحتشم فرصة لهذا غطيت رأسي كما كانت تفعل المغنية إيريكابادو في تلك السنة ارتديت ملابس فضفادة قمصان مغلقة عند الصدر وسرويل واسعة ذات ألوان هادئة إضافة إلى ذلك كنت أتأكد دائماً من ارتداء معطف عندما أرتدي سروالاً ضيقاً لم يمر تحولي من مغنية ملها إلى أخت إفريقية مرور الكرام في الحرم الجامعي كانت إحدى الشائعات التي وصلتني أنني قد انضممت إلى فرقة دينية وأن علي وضع غطاء الرأس طيلة الوقت على أي حال لم تزعجني تلك الشائعات لأن غرائزي كانت توحي إلي بأنني أقوم بالعمل الصحيح بغض النظر عن الاستنتاجات المتطرفة التي قد يقفز إليها بعضهم اشتريت نسخة من القرآن مترجمة من قبل مارمدوك بيكت هول المؤلف الإنجليزي الذي اعتنق الإسلام في بداية القرن العشرين لخوف الشديد لم أستطع استيعاب معانيه العظيمة بغض النظر عن دروس الثقافة الدينية في المدرسة إلا أنني نشأت خارج تقاليد الكتاب المقدس ولم أكن أشعر بأنني على صلة جيدة بقصص الأنبياء وشعوب الماضي وبما أنني لم أكن أستطيع قراءة العربية في ذلك الوقت فقد كان علي تدبر أموري مع النسخة الإنجليزية التي سيخبركم أي شخص بأنها مجرد ترجمة سيئة لم أكن أعرف كيف خرجت إلى الوجود بشكلها الحالي وما إذا كانت الوحي الأصلي نفسه أو أن شخصا ما مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أصحابه قد كتبوها بأنفسهم كنت أعتقد أنه يشبه الإنجيل كثيرا وأنه لذلك يحتوي على بعض القصص نفسها التي وضعها رجال مختلفون عبر مر السنين في الحقيقة لم تكن ردة فعل الأولية موقرة وكانت نسخة الأولى مليئة بالخطوط تحت الكلمات علامات الاستفهام والتعجب كانت هناك بعض المفاهيم التي لم أستطع استيعابها في ذلك الوقت والتي بدأت أفهمها فقط عندما عرفت المزيد عن القرآن لكن كان هناك جوانب من الشريعة القرآنية فهمتها بسهولة استطعت رؤية الجمال والحكمة في إقامة الصلاة خمس مرات يوميا كان ذلك يعني أن أول عمل يقوم به المرء في اليوم هو العبادة صلاة الفجر كما أن آخر عمل هو صلاة العشاء ما بين هاتين الصلاتين تأتي الصلوات الثلاث الأخريات صلاة الظهر وقت الغداء تقريبا صلاة العصر في منتصف المدة بعد الظهر عندما تصبغ الشمس الغيوم باللون الأحمر الداكن عند المغيب تعد هذه الصلوات الخمس تذكيرا مستمرا بالرب وفرصة لتجديد علاقة المرء بالمولى عز وجل كانت هناك قوانين أخرى بدت معقولة بالنسبة لي أيضا برغم أنني كنت معروفة مع صديقاتي بنغماسنا في شرب الكحول بين الفينة والأخرى إلا أنه لم تكن لدي مشكلة في قبول تحريم الكحول والمسكرات الأخرى هناك حقيقة معروفة تماما بأن رجال زنبابوي يحبون جاعتهم وقد شهدت خلال طفولتي ومرهقتي بأم عيني آثار إدمان الكحول تبذير النقود والعنف والاختلط غير الشرعي والعواقب المدمرة التي ترافق الشرب بشكل مفرط تجمعات الإفريقية لكن أي شخص في أي مكان في العالم عاقر تلك الجعال بغيضة حتى خرجت رائحتها من أنفاسه لا بد أن يكون قد شعر بأثار الإسراف في الشراب واختبر التقيئ الذي يثير الغثيان وشهد الألم المثير للشجن الناتج عن الحاجة للكحول وسيفهم قليلا على الأقل الطريقة التي يحط بها الكحول من كرامة البشر على الرغم من أن هذه السيناريوهات لا ترافق كل المغامرين أي المبتلين باحتساء الكحول إلا أن إمكانية الوصول إلى ذلك كانت كافية لإقناعي بحكمة الابتعاد عنها تماما على أي حال تطلب الأمر مفاجأة بشعة حتى أتوقف عن تناول لحم الخنزير كنت قد اشتريت مع زميلتي في السكن بعضا منه ووضعناه في الثلاجة ما أثارش مئزازنا الشديد أننا عندما أخرجناه من الثلاجة لنطهوه في اليوم اللاحق كانت قطعة اللحم الشاحبة اللون مليئة بالديدان كان ذلك كافيا بالنسبة لي لغاية يومنا هذا حتى الكلمة نفسها تجعلني أشعر بالغثيان بالنسبة لي توصية الرجال والنساء بالتواضع ومعاملة بعضهم باحترام كانت تعني وضع حد لاهتمام الرجال غير المرغوب فيه صيحات الاستهجان صفير التحرش الغمز واللمس والتحرش الجنسي كان يعني أيضاً وضع حد للسعي وراء الحصول على موافقة الذكور على مظهري أو ملابسي كان ذلك يعني تغيير نوعية ملابسي وكيفية تفاعل مع الرجال والمحافظة على مسافة معينة بيني وبينهم كانت تلك طريقة جديدة في الحياة وطريقة جديدة في النظر إلى العالم كان ذلك يعني أنني صاحبة القول الفصل أشاطر من نفسي قدر ما أراه مناسباً لا أكثر ليس هناك رجل نديه حق علي ماذا عسى يأقول كان ذلك يمنحني السلطة لهذا ببطء لكن بثبات كانت حياتي تتغير على أي حال لم أكن مقتنعة بأنني أحتاج لاعتناق الإسلام فعلاً حتى أعيش على الطريقة الإسلامية كنت أعتقد أنني سأستمر فقط في تغيير بعض الأشياء هنا وهناك والحفاظ في الوقت نفسه على أسلوب حياتي وأهداف الشخصية وكنت ما أزال أدين بالولاء لإخوتي وأخوات السود أكثر مما أدين به للمسلمين الذين التقيت بهم برغم أنني كنت منجزبة نحو الإسلام إلا أن المسلمين كانوا ما يزالون غامضين بالنسبة لي كانت جامعتي تقع في مايل إنت على الطريق بين وايت شابل وبريكلين الذائعة السيئة الصيت الآن ويقتن تلك المنطقة كثافة سكانية كبيرة من الأسيويين معظمهم مسلمون كانوا في كل مكان حولنا هناك في المنازل المنفصلة والمتصلة ومحل بيع الدجاج ورقائق البطاطا والمساجد غالبا ما كنت أرى رجال المتجهمين ذو الليح الشائبة والبيضاء يمشون عاقد العزم نحو منزل صغير قرب الحرم الجامعي يستعملونه مسجدا مسجدا كما علمت لاحقا لا مكان فيه للنساء لتأدية الصلاة برغم أن النساء يتمتعن بخيار الصلاة إما في البيت أو المسجد إلا أن بعض المساجد التقليدية لم تكن تفسح المجال للنساء باعتماد أحد الخيارين بأنفسهن كان معظم المسلمين هناك بنغالا وكنت أرى النساء أيضا اللواتي يرتدين فساتين ساري تلوح من تحت عباءاتهن السوداء ويضعن أوشحة غير ثابتة على رؤوسهن وشفاههن وأسنانهن مصبوغة بلون برتقالي داكن نتيجة تناولهن جوز نخل التنبول فوفل الذي يحبب نمضغة ثم كان هناك الفتيات الصغار المشرقات الوجه بأوشحتهن المزركشة وملابسهن النسائية الطراز السروال والقميص والفتيان الصغار النحيلون بشعرهم المصفف وهواتفهم المحمولة المنتشرة في كل مكان شاهدت كل أولئك الناس أولئك المسلمين وعرفت أنهم يؤمنون بالله وأنهم دون شك يقرؤون القرآن نفسه الذي أحاول جاهدة قراءته كل يوم وبرغم ذلك لم أشعر بأي صلة نحوهم على الإطلاق لم أرى نفسي في عيونهم ولهذا بقيت بعيدة انتهت عزلتي الدينية عندما شهدت فتاة من الجامعة كانت أقدم مني بسنة كان اسمها ساندرا وكنت أحاول جعلها تنتسب إلى الجمعية الكاريبية الإفريقية منذ وقت طويل على أي حال كانت صديقتها الحميمة هناء عربية مسلمة من والد مصري وأم من زنجبار أتذكر أنها كانت تعترض دائما على ما تعده الإقصاء والتمييز العنصري الذي تمارسه الجمعية لهذا تخليت تماما عن محاولة ضم كلتيهما كنت أسير عبر مطعم الجامعة ووقع بصري على ساندرا التي كانت تجلس مع مجموعة من الأصدقاء كانوا جميعا يبدون متشابهين عدى تلك النظر الغريب على وجه ساندرا والوشاح الذي كانت تلفه حول رأسها كان واحدا من تلك الحجابات المزركشة المفضلة لدى البنغاليات لكنها كانت تلفه حول رأسها بدلا من تركه ينسدل ليغطي عنقها وصدرها كانت تبدو مختلفة تماما سألت نفسي ما الذي فعلته؟ كنت مهتمة جدا بذلك حتى إنني لم أستطع مقاومة رغبة الذهاب إليها وسؤالها حول مظهرها الجديد أخبرتني عندها بأنها نطقت بالشهادة في عطلة نهاية ذلك الأسبوع لقد نطقت بشهادة الإيمان الإسلامي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كانت مسلمة آنذاك شعرت بالصدمة والحسد في الوقت نفسه كانت تبدو سعيدة جدا كما لو أنها أدركت أنها فعلت شيئا مهما وذا معنى وأن ما قامت به هو الصواب لقد خطت خطوة شجاعة خطوة كنت خائفة جدا من الإقدام عليها تمالكت نفسي لأقول أنت أكثر شجاعة مني ثم أخبرتها عن خطواتي المترددة نحو الإسلام وعن تحفظاتي سألتني في ذلك الوقت ما إذا كنت أرغب في المجيء إلى غرفتها في المدينة الجامعية وتعليمها كيفية ربط غطاء الرأس كنت سعيدة لقبول ذلك في اليوم اللاحق ذهبت مع بعض الأشياء بينها قطعة قماش ذهبية جميلة مقلمة بالأحمر من مصر قطعة من النسيج الأسود السميك الممتازة لوضع حجاب ثابت وقطعة من القماش الشفاف الأزرق الداكن وفي تلك الليلة فيما كنا نحاول القيام بذلك وبين عقد الحجاب والقيام بعدة محاولات فاشلة بدأت عرى الصداقة تتوثق بيننا صداقة ستغير حياتي إلى الأبد فجأة أصبح لدي شخص يشاركني اهتمامي بالإسلام أناقشه وأتجادل معه في تفاصيل الإيمان وقد استسغت ذلك وفيما بدأ اهتمامي بكل الأمور الإسلامية يزداد بدأ شغفي بقضايا السود يتضاءل لم نكن نناقش قضايا جدية حقا وأصابني الإحباط خاصة من الطريقة المتكررة التي نناقش بها الموضوعات نفسها سنة بعد أخرى وفيما استمرت النقاشات القديمة نفسها حول الهوية الإفريقية مقارنة بالكاربية ومخاطر العلاقات بين السود والبيض والأغاني المناهضة للنساء وتلك التي تحض على العنف في رفع حرارة اجتماعاتنا بدأ قلبي يشعر بالاستياء بشكل غريب بدأ كل ذلك سطحيا جدا ولا معنى له هل كانت تلك حقا أهم القضايا التي تواجهنا بصفتنا بشرا قاد نهتمام متزايد بالإسلام إلى رؤية وجهة نظر مختلفة تماما عن العالم وإلى فهم جديد لهدف وجود البشر ووجدت من الصعوبة بمكان أن أتجاهل كل ما كنت أعرفه آنذاك كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لي عندما نظمت الجمعية عردا للفيلم الجاميكي ملكة الرقص ضمن أمسية ثقافية شعرت عندما جلست في القاعة المظلمة أستمع إلى موسيقى الراغة تصدح من حولي وأنظر إلى الأجساد التي تتلوى على خشبة المسرح والسيقان المنفرجة المكسوة بالكاد والأحذية التي تصل إلى الفخذين بأنني بعيدة جدا ومنعزلة تماما عما يجري فكرت في قرارات نفسي بأنني لا أريد الاستمرار على المنوال نفسه وأنني لم أعد أن تمي إلى ذلك المكان لهذا نهضت غادرت القاعة وذهبت إلى مصلة طلابي في الجانب الآخر من الحرم الجامعي كنت بحاجة للوجود مع أشخاص آخرين يكونون على الموجة نفسها معي كنت بحاجة إلى صحبة مفيدة كنت بحاجة إلى العمق والمعنى كنت بحاجة إلى غذاء الروح أدركت وقتها أنني لم أعد أرتاح تماما لشخصية القديمة وأن قلبي يتحول شيئا فشيئا نحو الإسلام لكن برغم كل اشتياق قلبي كانت هناك أمور ينبغي أخذها في الحسبان وأيدولوجيات وسياسات كيف يمكنني وأنا المرأة الإفريقية السوداء كما كنت أرى نفسي في ذلك الوقت دون أن أمانع كوني من أصول مختلطة أن أعتنق الإسلام مما كنت أراه آنذاك كان الإسلام دينا للأسيويين والعرب كان أولئك هم المسلمين الوحيدين الذين سبق ورأيتهم من قبل فشلت في تخيل قدرتي على التوافق مع طريقة الحياة تلك دون أن أخسر شعوري بالهوية وملأتني فكرة اعتناق دين قد يبعدني عن عائلتي وأصدقائي وتقاليد أسلافي بالرعب كانت صديقة الجديدة ساندرا صبورة للغاية معي عندما كنت أثير تلك الاعتراضات أعتقد أن جزءا منها كان يرى الخلفية التي جئت منها لكن جزءا أكبر منها كان يتساءل عن سبب تشبثي الشديد بفكرة الهاوية الإفريقية كان الأمر بالنسبة لها بسيطا إذ كان الإسلام هو الحقيقة فكل تلك الأشياء الأخرى ثانوية لهذا لماذا ندعها تعترض طريق اعتناقنا ما نعرف أنه الحق لكن كان لدي المزيد من الأسئلة لها أتذكر بكل وضوح أنني صرخت يوما ما ماذا إن وهبت حياتي لله وفعل بها شيئا لا أريده بالمحصلة كانت لدي خطط العمل الممتاز المال الزفاف الكبير في الديار الأطفال بسترات مقلمة وضفائر مجدولة كنت وضعت كل ذلك بالحسبان لكن إذا اعتنقت الإسلام كنت أعرف أن ذلك كله سيتغير هل كنت مستعدة للتخلي عن طموحاتي وخطتي للمستقبل؟ لا لم أكن مستعدة لذلك التغيير لست مستعدة للتخلي عن مستقبل مخطط بعناية ومحدد سلفا بالماضي الذي عشته كنت مترددة نتيجة الخوف من المجهول الخوف من عدم اليقين الخوف من الإذعان بحلول ذلك الوقت بدأت العمل موظفة بديلة في شركة أحذية كبيرة في لندن التقيت هناك امرأة تنحدر من جزر الهند الغربية وسررت عندما رأيت وجها أسود آخر في المكتب ولهذا كنت ودودة معها اكتشفت أنها متواضعة ولطيفة للغاية وتأثرت تماما عندما أخبرتني أنها أضافت إكس بعد اسمها بدلا من اسم العائلة التي لم تعرفها أبدا في الغرب يحمل كل شخص أسود كان أسلافه أرقاء اسما أوروبيا هو اسم مالك أسلافهم أو سيد الرقيق تغيرت أسماؤهم الأفريقية الأصلية الآن التي لم تعد معروفة على الأغلب سرعان ما اكتشفت أن عادت استبدال اسم العائلة الرقيق بحرف إكس هي ما يفعله مناصر ما يدعى أمة الإسلام تماما كما فعل رئيسها ذو الشخصية الجزابة مالكوم إكس من قبل لهذا عندما أخبرتني مونيكا أنها تذهب بانتظام إلى المبنى الخاص بأمة الإسلام في شيفيرز بوش ودعتني لمرافقتها كنت متلهفة للذهاب واختبار ذلك بنفسي ربما كان ذلك ما أنتم إليه نسخة سوداء من الإسلام لهذا في أمسية اللقاء اللاحق ذهبنا معا وكانت تلك مواجهة الأولى مع أمة الإسلام المثيرة للخلاف وصلنا إلى قاعة الاجتماع كان حراس الإسلام طوال القامة عريض المناكب ببذلاتهم وربطات أعناقهم الأنيقة على شكل فرشات هناك لاستقبالنا ضمن جوقة من كلمات الترحيب مثل السلام عليكم يا أخوات السود السلام عليكم يا ملكات السود قادونا إلى مقصورة في أعلى السلالم حيث تم تفتيشنا وكانت تلك عادة متبعة نوعا ما في اجتماعات أمة الإسلام كانت المرأة في المقصورة ترتدي ما بدى أنه لباس رسمي فستانا أزرقا داكنا وغطاءا على رأسها يشبه ما ترتديه الراهبات إلى حد بعيد والذي يغطي شعرها وينسدل خلف أذنيها حتى ظهرها وأتذكر أن كفاءتها وجديتها أعجبتني وهو شيء نادرا ما وجدته في منظمات السود التي عرفتها عندما دخلنا قاعة الاجتماع كانت النساء يجلسن على صفوف المقاعد الأقرب إلى المدخل والرجال على صفوف المقاعد في الترف الآخر من الغرفة كان هناك ممر ضيق يفصل بينهم كان الجميع ينظرون نحو المنصة حيث يقف أعضاء جدد في فاكهة الإسلام الإطار التنظيمي لكوادر أمة الإسلام وقد بعدوا بين أقدامهم ينظرون دون أي انفعال على الفراغ تماما كما فعل غيرهم في الستينيات في عهد إلياس محمد كان الرجال الآخرون يرتدون بذلات رسمية جميعا ويضع الكثيرون منهم ربطات عنق على شكل فراشة وكانت النساء يرتدين أغطية رأس شبيهة تماما بذلك الذي تضعه أول امرأة قابلناها جلست الزائرات في الصفوف الخلفية يضعن أغطية الرأس من أجل تلك المناسبة بدأ الاجتماع بتحية السلام عليكم وتلاوة أول سورة من القرآن الكريم الفاتحة ما أعقب ذلك كان مزيجا من الوعظ التبشيري الذي يشتهر به متحدث أمة الإسلام الحكايات الشخصية وعرضا تقدم به أطفال مدرسة أمة الإسلام أثار الاجتماع وما تضمنه مشاعر قوية فينا جميعا خاصة أولئك المهتمين بقضايا السود في الاجتماع ذهبت ثانية بعد بضعة أسابيع واستحبت معي زميلتي في السكن عفوة وزميلتي نيشل لم تفلح الأفكار العنصرية التي أطلقها المتحدثون في إثارة اهتمام نيشل على الإطلاق كما أنها لم تؤثر بي أو بعفوة كثيرا لكن فقط عندما ذهبت إلى الاجتماع الثالث مع صديق مسلم حتى بدأت الشكوك تراودني فيما إذا كانت أمة الإسلام تناسبني حقا في البداية لم أكن مقتنعة بفرضياتهم القائلة إن كل الحضارات في العالم قامت على عاطق الرجل الأسود الأسيوي وجدت من السخف أن تقوم حركة تدعي العمل على تعزيز مكانة السود باختيار بذلات رسمية وربطات عنق على شكل فراشة لباساً لأفرادها كان الأمر الآخر الذي لا يصدق هو الاستعمال المتكرر لاسم محمد اسم عربي بامتياز وللدعاء في الوقت نفسه بأنه لم يكن إفريقياً أو كاريبياً وإنما من أصل أسيوي في محطة القطارات قال صديقنا المسلم ليس ذلك هو الإسلام الحقيقي وبرغم أنني لم أكن أعرف الكثير في ذلك الوقت إلا أنني أدركت أنه على حق ومقارنة بمبادئ أمة الإسلام كان الإسلام الحقيقي يبدو متناسقاً متوازناً ومنفتحاً بدلاً من التركيز على العلاقة بين الإنسان الأسود والشياطين البيض مكانة السود والمشكلات الاجتماعية الأخرى التي تواجه مجتمعات السود يشدد الإسلام على العلاقة بين كل البشر وخالقهم الإيمان الأخلاق والعبادة بدت هاتان الطريقتان في العيش والاعتقاد متباعدتين تماماً ولم يكن بحثي قد انتهى بعد لم يفارقني الشعور بأنني قد وصلت إلى نقطة تحول في حياتي فيما شعرت من ناحية أنني لا أستطيع انتقاء واختيار جوانب الإسلام التي تناسب نظرتي للعالم عرفت من ناحية أخرى أنني لا أستطيع العودة إلى أسلوب حياتي السابق كان الوقت قد حان بالنسبة لي لأتخذ قراراً وقالت لي ساندرا التي أصبحت إحدى صديقاتي المقربات بحلول ذلك الوقت إنه ينبغي علي اتخاذ قرار أو أنني سأخاطر بالموت كافرة لأنني لست مسلمة كنت أتعذب لكن الأعياد النصرانية كانت على الأبواب وكنت استلمت راتبي من المتجر الذي عملت فيه بدوام جزئي ماذا عسي أن أفعل؟ هل أذهب لقضاء عيد الميلاد مع عائلتي التي كانت في الولايات المتحدة؟ أو أذهب إلى مكان آخر يساعدني على فهم ما ينبغي علي فعله بقية حياتي؟ اخترت الخيار الأخير قررت الذهاب إلى إفريقيا المسلمة إلى غينيا أرض الحياة المفعمة بالحيوية كما تخيلتها في ذهني بعد قراءة كتاب كامارالين لوين فوند نوار اخترت غينيا أيضاً لأنني عرفت أن غالبية سكانها مسلمون ولأنني التقيت أيضاً خلال رحلتي إلى مصر مدير الخدمات البريدية الغيني الذي أثاره وقومه إعجابي بإيمانهم الثابت وشعورهم القوي بالهوية كان ذلك الرجل حلقة اتصالي فيما كنت أقوم بالاستعدادات لرحلتي كان كل أصدقائي خائفين بالنسبة لهم كانت الفكرة بمجملها جنونية لم أكن أعرف مضيفي جيداً ولم يصدق لي أن زرت البلد وسوف أسافر وحدي دون وجود أحد يعتني بي كانت اعتراضاتهم قوية جداً إلى درجة أنني كنت على وشك إلغاء كل شيء تقريباً لكن حدثت بضعة أمور جعلتني أؤمن بأنه مقدر لي القيام بتلك الرحلة أول شيء كانت تعرف مصادفة على مجموعة من النساء النيجريات المسلمات في أثناء عملي في سوق البيع عرفت فوراً أنهن نيجريات لأنهن كنا يرتدين ملابس تقليدية بوبو وهي تلك الأثواب الإفريقية الفضفاضة المعروفة أيضاً باسم القفطان لكن بذلاً من غطاء الرأس الشائع كنا يضعنا على رؤوسهن الحجابات المزركشة أثار ذلك فضولي وجرياً على عادتي في تلك الأيام ذهبت إليهن مباشرةً وقلت السلام عليكم أجبنا جميعهن بابتسامات مشرقة وعليكم السلام تابعت الحديث وسألتهن من أين جئنا وماذا يفعل؟ قالت لي إحدهن صاحبة الابتسام الأكثر إشراقاً إنهن من لاغوس وجئنا إلى لندن في إجازة اكتشفت لاحقاً أنها تمتلك وكالة سفر في وطنها نيجيريا خلال سياق حديثنا تبين أن لديها زميلة تدير وكالة سفر في كوناكري عاصمة غينيا عندما قلت لها إنني أخطط للقيام برحلة لكني لا أعرف أشخاص آخرين هناك أصرت أن أخذ بطاقتها واسم السيدة في كوناكري وأن أبحث عنها حال ما أصل إلى البلد جعل ذلك قلبي ينشرح سروراً هل كانت تلك إشارة على حتمية ذهابي بالمحصلة؟ ثم في طريقي إلى المنزل على متن قطار الأنفاق التقيت امرأة منحتني لسبب ما الشعور بأنها تؤمن بما أبحث عن شعرت أنني مرغمة على الحديث إليها سألتها بعد التعريف بنفسي هل أنت مسلمة؟ وردت نعم اكتشفت أنها من سيراليون لكني أعتقد أن والدها كان من غينيا كان الأمر واضحاً للغاية كما لو أن جرسين يقرعان في رأسي يشيران إلى أنني أمتلك الجواب الصحيح برغم أن ذلك كان يبدو عملاً متهوراً إلا أنني حزمت أمري عندها وقررت الذهاب إلى غينيا أتذكر أنني قلت لإحدى صديقاتي في ذلك الوقت سأذهب وإذا ميت هناك أعرف أنها ستكون مشيئة الله هكذا عندما حصلت على راتب الشهري الذي يتضمن أجور العمل الإضافي وسحبت مبلغاً أكثر من رصيد المصرفي اشتريت تذكرتي وحزمت حقائبي وودعت شقيقي وشقيقتي الذين كان يسافران عبر لندن ثم صعت الطائر المتجه إلى باريس هناك كان علي اللحاق برحلة إلى دكار في السنغال ومن هناك اتجهت إلى كونكري كان يغمرني شعور غريب طوال الرحلة شعرت أنني أسبح في موجات القدر كنت صافية الذهن وغير خائفة برغم أنني كنت قلقة من الخطر المحتمل ربما كان مدير البريد يكذب طوال الوقت وقد لا يكون هناك زوجة وأطفال وربما يكون الأمر كله حيلة لاستدراجي إلى هناك واستغلالي لكن ذهني لم يكن مشغولا بمثل تلك الأفكار لم يكن لديها واجس في الوقت الذي وصلت فيه إلى قاعة العبور في باريس كنت أعرف أنني أريد أن أكون مسلمة كنت أريد أن أكون مثل أولئك الناس من حولي الذين يتمتعون بثقة كبيرة بالنفس ويبدون قانعين باعتناقهم الإسلام هذا اقتباس من دفتر المذكرات الذي احتفظت به عندما كنت هناك انتابتني مشاعر قوية لدى رؤيتي للمسلمين السنغاليين أول مرة إنهم يبدون مثل قومي ارتعش صدري وامتلأت عيناي بالدموع الحمد لله الرجال يتجادلون بشأن موضوع ما الآن هل يتكلمون العربية؟ خواتم فضية في كل مكان ومدرب يرتدي ملابس أديدس ينظر من خلف رجل عجوز الرجل العجوز يرتدي بوبو بنياً ووشاحاً من قماش مشمع يمنع نفاذ الماء على رأسه أعجبني كثيراً منظر هؤلاء المسلمين المختلفين تماماً عن أولئك الذين قابلتهم في إنجلدر كنتما أزال مشبعة بأفكار القومية السوداء ولهذا كان أولئك المسلمون يرقون لهوية الإفريقية وشعوري بالكبرياء لأنني سوداء كانوا فخورين لأنهم أفارقة بمظهرهم وعاداتهم وملابسهم وهي ميزة نادرة تماماً في الكثير من بقاع جنوب القارة الإفريقية هناك تظهر تركة الاستعمار البريطاني بطريقة يرى فيها الكثير من الناس الوقارة والهيبة بأن يكونوا بريطانيين في تنقض صارخ أعجبني ما عددته ثقة المسلمين في غرب إفريقيا الفرنسية بعد توقف قصير في داكار ترت إلى كوناكري ووجدت نفسي بأمان وعافية في منزل مدير مكتب البريد مع زوجته سيدة وابنيه الصغيري وكانت تلك بداية أربعة أسابيع لا يمكن نسيانها في ذلك الوقت وفي حر كوناكري القائض اعتدت ارتداء غطاء الرأس مع قفطان بوبو وجدتها فضفادة ومريحة وبرغم أنها جميلة جداً إلا أنها كانت تخفي شكل جسدي وقد أعجبني ذلك لم أكن أشعر بالحر وأمر دون أن يلاحظني أحد تقريباً بين السكان المحليين كنت أكره ارتداء بعض الملابس الغريبة التي أحضرتها معي وأتلهف دائماً للعودة إلى الراحة والطمأنينة التي توفرهما لي طيات القماش الفضفاد على أي حال لم يكن الجميع يشعرون بذلك لم تكن مضيفتي تغطي نفسها على الطريقة الإسلامية بتاتاً وكان هناك أوقات حاولت فيها مع نساء أخريات إقناعي بالتخلي عن بوبو العجائز لصالح الجينز الذي يمكن شرائه من السوق غني عن القول إن الفكرة أخافتني وإنني رفضت كل مرة أولاً لم أكن مهتمة بالعودة إلى ارتداء الجينز وثانياً لم أكن لأتجول مرتدية جينزاً من سوق غير غيني بالمحصلة كان علي المحافظة على انطباع ذهني معين ازدادت الرغبة في حماية نفسي مع البوبو نتيجة حادثة وقعت معي وتتعلق بواحد من أغنى الرجال في غينيا في ذلك الوقت منذ أعلنت رغبتي بأن أصبح مسلمة كانت هناك قضية واحدة تشغل بال الجميع من سأتزوج؟ لأكون صادقة لم يكن الزواج في مقدمة اهتماماتي حتى ذلك الوقت لكن هناك وفجأة أخذت الفكرة تشغل ساعات يقظتي كان لدى الجميع شقيق عم أو ابن عم قد يصبح زوجاً رائعاً لي دفعني ذلك إلى الجنون بالتأكيد إحدى الخيارات المحتملة كانت ذلك الرجل الفاحش الثراء الذي يتمتع بنفوذ كبير في كوناكري ويبلغ من العمر ضعف عمري تقريباً فكرت عائلة مضيفي أنه سيكون قريناً رائعاً لي وشجعته على المجيء إلى المنزل وسرد أحاديثه السخيفة أمامي دعانا في إحدى الأمسيات لزيارة مقر فريقه لكرة القدم الذي كان يقع في أحد فنادق الخمس نجوم في المدينة عندما شهدت سيدة أنني أرتدي بوبو اختلقت مشكلة وأصرت على قيامي بارتداء شيء يجعلني أبدو أصغر عمراً أكثر أناقة وأقل حجماً استسلمت لها بكل غباء قضيت بعدها واحدة من أكثر الأمسيات إزعاجاً في حياتي تجهلني الرجال الذين تحدثوا عن كرة القدم وكان واضحاً أنني محط إعجاب لكن دون أن أتدخل في الحديث الغريب تماماً بالنسبة لي أنه غالباً ما يتوقع رجال من النساء قبول هذا الدور يجب أن يكون مع رجل يعتني بهن ويكيل لهن المديحة والإطراء لكن لا يتحدث معهن أو يعبر عن أي فكرة عقلانية بحضورهن الغريب أيضاً كيف يستمع الرجل إلى تعليقات الإعجاب بامرأته من أصدقائه الذين يحسدونه ويشتهونها سراً يجعله ذلك يشعر بأنه رجل فحل كما لو أن مظهرها الحسن يثبت جدارته وذوقه الرفيع لم أكن مرتاحة لذلك أبداً برغم أنني مثل الكثير من الشبات الحساسات اللواتي يسعين إلى الحصول على استحسان الآخرين غالباً ما كان ذلك جزءاً من السلوك في حياتي في تلك الأمسية الحارة في كونكري شعرت بالإذلال وغضبت من نفسي لأنني استثلمت ولم أتمسك بما أؤمن به تركت رجال فجأة على نحو فض وذهبت إلى الشاطئ على حافة حديقة الفندق حيث استطعت تذوق الرذاذ المالح من الأمواج التي تتكسر على الصخور كنت على الأقل ما أزال أضع غطاء الرأس كان ذلك غريباً لكن برغم أن غطاء الرأس ليس شكلاً إسلامياً بحتاً إلا أنه أصبح هاجسي في تلك الأيام طالما كنت أضعه كنت أشعر بأنني أستطيع الحفاظ على كرامتي ومبادئي وعرفت أنني إذا خسرت ذلك فسأكون قد فقدت أكثر من مجرد الغطاء على رأسي سأكون قد فقدت الكفاحة من أجل هويتي الجديدة عقدت العزمة في تلك الأمسية ألا أسمح لأحد بدفعي إلى مثل ذلك الوضع المثير للشبهات مجدداً كانت أيام شغفي بإثارة اهتمام الرجال قد انتحت انتشرت الأنباء عن عنادي في نطاق عائلتي وأصدقائي وتعاطفوا معي وأطلقوا علي لقب الحاجة تلك التي تحج إلى مكة كان سبب ذلك أنه من الشائع للناس في العالم الإسلامي عيش حياة غير إسلامية أبداً حتى يبلغ منتصف العمر ويقوم بأداء فريضة الحج ولأن مكافأة الحج هي غفران كل ذنوب المرء يعود الكثيرون من مكة بذهن صاف مستعدين لعيش حياة إسلامية بعد التخلي عن كل رغبات الشباب الجامحة لهذا ولأنني كنت أتحاشى ارتداء الملابس الضيقة أو تلك التي تكشف الجسد كسبت لنفسي ذلك اللقب كنت في غينيا محاطة مجدداً بأشكال العبادة المختلفة الصلاة التي تقام عند الفجر عندما لا يزال الضباب يلف الأرض صوت المؤذن شعائر صلاة الجمعة في المسجد خمس مرات في اليوم كنت أتوضع أضع الأشاح الذي يغطي رأسي عنقي وصدري أمد سجادة الصلاة أواجه القبلة الكعبة في مكة وأصلي أصبحت الصلوات اليومية الخمس النغم الطبيعي في حياتي كان يعني للكثير أن تلك العبادات أداها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكل المسلمين في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الوقت لاحقاً كانت هناك أوقات أخذت أفكر فيها بالأمة الإسلامية وأشعر بالفخر لأنني جزء من ذلك المجتمع الرائع لاحقاً كانت هناك أوقات أخذت أفكر فيها بالأمة الإسلامية وأشعر بالفخر لأنني جزء من ذلك المجتمع الرائع كل جمعة كنت أذهب إلى أحد المساجد مع والدة مظيفي الحاجة وهي امرأة رائعة تمتلك حس فكاهة وشخصية مذهلة كنا نضع قطعة كبيرة من القماش فوق أغطية الرأس وعلى أعناقنا وفوق أكتافنا بتلك الطريقة كنا نجهز أنفسنا للصلاة وفي المرة الأولى التي صليت فيها بالطريقة التي صلى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يزيد عن 1400 سنة حاكيت ببساطة ما كان يفعله الذين حولي عندما رفعوا أيديهم رفعت يدي الله أكبر عندما انحنوا إلى الأمام من الخسر في الرقوع فعلت الشيء نفسه سبحان ربي العظيم عندما سجدوا سجدت معهم سبحان ربي الأعلى هل هناك وضع أكثر رمزية في علاقة الإنسان بربه من السجود يحن الإنسان الذي يسير متباهيا وفخورا للغاية بنفسه جسده بإرادته حتى يضع وجهه على الأرض تذللا أمام خالقه وجدت هذه الوضعية رمزية للغاية في تلك اللحظة في أثناء السجود شعرت بأنني أقرب ما يكون إلى الله الذي يلهج لساني باسمه بسهولة الآن كنت أستطيع في ذلك الوقت التكلم معه بسهولة أن أتضرع إليه أفضي إليه بمكنونات نفسي وأذرف الدموع بين يديه لقد تعلمت حب الله في أثناء السجود في أول أيام الجمعة عندما عدنا إلى منزل الحاجة علمني أحد الرجال كيف أتل السورة الأولى من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استساغ لساني الكلمات الغريبة ووضبت عليها وتعلمت تلك السورة واثنتين أخريين سماعيا ابتع لي مضيفي كتيبا من بائع على جانب الطريق يشرح الحركات والقراءات المطلوبة في أثناء الصلاة ومنحوني سجادة صلاة من المخمن الأخضر لأستعملها في غرفتي علموني أيضا كيفية الوضوء وهو تقص الطهار الذي يقوم به المسلمون قبل تأدية الصلاة في الحمام المكسوب السيراميك الأزرق نويت الوضوء ثم غسلت يدي ثلاث مرات وسال الماء البارد من بين أصابعي وفوق معصمي وبيدي اليمنى حملت الماء إلى وجهي وقمت بالمضمضة والاستنشاق في الوقت نفسه وأفرغت فمي وأنفي باستعمال اليد اليسرى فعلت ذلك ثلاث مرات ثم تابعت فغسلت وجهي ثلاث مرات تدفق الماء على يدي وعندما رفعت ذراعي تدفق الماء عليه فيما كنت أغسلهما اليمنى أولا ثم اليسرى ثلاث مرات مسحت شعري بالماء إلى الخلف ثم إلى الأمام ثم مسحت أذني بأصابعي وإبهامي أخيرا سكت الماء من الإبريق على قدمي فيما كنت أغسلهما ثلاث مرات اكتشفت أنه لا يوجد أشياء كثيرة منعشة مثل الوضوء وخاصة خلال الأيام الرطبة في غينيا كان يجعلني أشعر بنظافة والانتعاش ومستعدة للصلاة في الظل داخل غرفتي وكانت الظلال من الأشجار خارج نافذتي ترسم أشكالا على سجادة صلاة الخضراء والأرضية الفخارية مرت الأيام بسرعة في كونكري وكانت مليئة برحلات إلى السوق والصلاة شراء بوبو جديد والأحديث بالفرنسية مع الجيران والأشخاص الآخرين الذين التقيناهم تعلمت أيضا بضع عبارات باللغة المحلية السوسو وغالبا ما كنت أستعملها مما كان يثير سرور مضيفي ثم حل علينا شهر رمضان فجأة واستطعت أن أشعر بالإثار في الجو بالنسبة لي لا يوجد شيء مثل الوجود في بلد إسلامي في أثناء رمضان لا يوجد شيء في تجربة المسلمين في الغرب يضهي ذلك سواء من حيث التقوص أو الشعور بالتضامن ولا شيء يشبهه أبدا لغاية يومنا هذا أتذكر حسن الصحبة التي انبثقت عن معرفة أن الجميع حسنا الجميع تقريبا كان ممتنعا عن الطعام والشراب والعلاقات الجنسية من الفجر حتى المغيب ومثل معظم بقاع العالم الإسلامي كنا نأكل جيدا بعد غياب الشمس أرزا معطرا وسمكا كثير البهارات خبزا حلوا طازجا من أفضل فرن في البلدة بيسابا حلوا لاذع الطعم مصنوعا من أوراق الحماض حبق خرساني وماء الزهر الكوسكوس الساخن والدجاج المشوي واختصاص سيدة صلتت الذرة الحلوة بعد أن نأكل كفايتنا كنا نتوضأ ونسير فوق التراب الرطب آنذاك إلى المسجد على نصية الطريق حيث ستقام صلاة العشاء كانت النساء اللواتي يرتدين البوبو بألوان متعددة ويلقين بأوشحتهن شبه الشفافة فوق أكتافهن يملأن دائما القسم العلوي من المسجد وقت الصلاة خاصة عندما يحين وقت صلاة الترويح تلك هي الصلوات الطويلة التي تقام في كل مسجد تقريبا خلال رمضان والتي يتلى فيها عادة القرآن كاملا في أثناء 29 أو 30 يوما في الشهر هكذا يوما بعد آخر أخذت أشعر بالارتياح بوصفي مسلمة بين هؤلاء القوم الذين كانوا غرباء عني قبل شهر مضى عملني أولئك الذين استضفوني كما لو أنني ابنتهم وانتابني شعور قوي بالانتماء بينهم كنت واحدة من العائلة وحاضرة في زياراتها رحلات التسوق وحفلات الزفاف لم يتركوني وحيدة على الإطلاق وغني عن القول إنني لم أشعر بأي توتر بالتأكيد كان هناك بعض المناوشات الشخصية وقد شاهدت أشياء كثيرة كنت أعرف أنها لا تمت للإسلام بصلة وحرام حتى مع معرفة المحدودة بالدين لكني رأيت أيضا أن الإسلام شيء يعيشه الناس وأنه ليس مجرد فكرة مثالية كنت أعرف آنذاك أنني أستطيع عيشه أيضا السؤال الوحيد حينها كان بمن سأتزوج لكن ينبغي أن أذكر هنا برغم الصلاة والصيام وتغطية الرأس إلا أنني لم أكن قد نطقت بالشهادة لم أكن مسلمة بعد عدت من غرب إفريقيا إمرأة أخرى لم يكن لدي شكوك بأن الإسلام يناسبني كنت قد بدأت عملية الاستسلام أو الخضوع في يوم كئيب في لندن بعد بضعة أسابيع من عودتي سرت مع صديقة ساندرا إلى المسجد الكبير في منتزه ريجاند وهناك بعد شهور من البحث والسؤال قبلت أخيرا ما كان موجودا في قلبي منذ وقت طويل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في الحقيقة كنت آخر شخص يتوقع منه أن يعتنق الإسلام جئت من خلفية غير متدينة على الإطلاق وكنت شابة وأعيش حياة مريحة وصخبة كنت أتابع تعليمي وأخطط للمستقبل وناشطة سياسيا كنت شغوفة بما أؤمن ثم جاء الإسلام وقلب عالمي رأسا على عقم جعلني أطرح أسئلة وأطالب بالأجوبة وأتعلم قبول المسلمات لم يكن هناك سبيل لابتعاد عن الإسلام وإيجاد السكينة في نفسي بالنسبة لي كانت الحقيقة بسيطة للغاية ولهذا قبلت بها اشتركوا في القناة